مرحبا حضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور من أشهر الكلمات أو أشهر كلمة بنقولها في صلواتنا في الكنيسة هي ارحمنا يا الله ارحمني يا رب مفيش صلاة بنقولها سواء في الكنيسة أو في المخدع أو في تصبيحة أو في أي حاجة فيه اللي ترجعها بتاعتنا ما فيهاش كلمة ارحمنا والحقيقة هي دي اللي بتعبر عن إحساسنا برغبتنا في التوبة بإحساسنا أننا خطاب بإحساسنا أننا ما نستهلش مراحم ربنا لكن بنتطلبها عشان يتحنن علينا مزمور 51 واللي ملازم لنا ومصاحب لنا في كل صلواتنا واللي دايما بنصليه بعد صلاة الشكر بيورينا إزاي ممكن نقتدي بمعلمنا وأبينا داود النبي لأنه حقيقي عايز أقول أنه استمتر مراحم الله أو طلب مراحم الله لأنه فعلا نحسب خطيته ويقدم رغبة حقيقية في التوبة مين فينا ما بيتمناش أن ربنا يديله كثير الرحمة ووفر الرحمة تعالوا مع بعض النهاردة وفي المزمورة اللي بنقوله في كل لحظات حياتنا في كل صالة بنقدمها نتأمل أكتر ونطلب مراحم الله الكبيرة والوسعة بسعيدنا وشرفنا أستاذ ميناء القمس كورولس الخادم بكنيسة الشهد العظيم مرجرجس الأسرية بصهرجات الكبرى بلد أهلية أهلا بحضرتك من ورنس صباح المراحم الإلهية صباح المراحم صباح أهلا بك ونشوف محركوا أستاذ المشاهدين جزء من المزمور الخمسين ونرجع تاني ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امح معاصية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما مزمور من المزامير اللي ليه مكانة كبيرة جدا في قلبنا لو حركت دينا فكرة عن المزمور الخمسين المزمور الخمسين من أعمق وأحلى المزامير في المزامير كلها عشان كده حتى نلاقي الكنيسة حطتها في كل صالة من صلواتنا كل ساعة من صلوات الأجبية لازم بنقول صلاة الشكر وبعد كده ارحمني يا الله عظيم رحمتك المزمور ده كتبه معلمنا داود النبي والملك وهو بيطلب رحمة ربنا بعد ما نسان النبي رحله وحكاله الخطيئة بتاعتك يا داود اللي هي كانت في صموئيل التاني اللي هي في صموئيل التاني 11-12 فداود الملك اللي محدش يحاسبه اللي محدش يقدر يكلمه ده ملك رجع بسرعة وسرخ وقال له ارحمني يا الله عظيم رحمتك مزامير التوبة في المزامير بنلاقيهم حوالي سبع مزامير مزمور رقم ستة مزمور رقم اثنين وتلاتين مزمور رقم تمانية وتلاتين والخمسين او الواحد وخمسين حسب الترجمة ترجمة الأجبية خمسين في الكتاب المقدس اللي معنا في البيت هنلاقي واحد وخمسين وده فرق ترجمة مش اكتر في مزمور مية واثنين مزمور مية وثلاتين ومية تلاتة واربعين دي اسمها مزامير التوبة اللي بنقدمها توبة وبنقف امام الله في كل ساعة بنقول له ارحمني كعظيم رحمتك انا مش محتاج رحمة عادية ولكن انا محتاج رحمتك انت عرب انا مكيال استحقاقي صغير قد فنجان القهوة لكن مكيال محبة ربنا وعظمة رحمة ربنا قد كده لما ده هيصبف ده الفنجان بتاعنا استحقاقي هيبقى ايه لا ده انا هغرق في محمته هيفيد الواحد وهو بيطلب مراحمة الله كتير واحد هو متضايق او يعني معطارد حتى على حاجة يقول ربنا رحمنا بقى يعني حتى بنقولها بعيدا عن الصلاة هل ده خلينا نسأل في حد ممكن حتى لو طلب الرحمة حتى يستحق الرحمة وحد لا يستحق وده برضو نسأل نفسنا ازاي يكون انا مستحق ان يأخذ مراحمة الله دايما بنصلي يا هبة بنقوله كرحمتك يا رب وليس كخطيان كخطيان مهما حد فينا عمل كويس فهو للأسف كلمة خطيئة يعني لو دورنا عليها في المعجم الوجيز هنلاقي كلمة خطيئة هي عدم اصابة الهدف الخطيئة خطيئة جدا زي ما كتاب علمنا عدم اصابة الهدف يعني السهم بتاعي ما رحش الهدف بتاعه انا مخلوق وربنا جبني علشان خاطر السماء علشان خاطر اروح السماء فاي حاجة تانية بتحاول توقعني فدي ما بتخلنيش أصيب الهدف بتاعي بتخلي الهدف بتاعي يفشل احنا شايفين كل اللي حوالينا دلوقتي مضيع الهدف سوشيال ميديا مضيع الهدف الخطيئة بقت محيطة بنا جامد جدا لكن لما هيحل المسيح زي ما معلمنا بولوس الرسول قال كده ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في مين بقى في المحبة اللي هو الله محبة لما هنبقى متأصلين فيه فهنعرف نطرح كل الخطيئة بسهولة مش هنفكر في خطيئة أشعياء النبي بيقول كده وجعلني سهما مبريا في كنانته يطلعني كده سهب هو بريني كويس قوي عشان خاطر لما يضرب بي يجيب الهدف أنا لو ما كنتش نور لو ما كنتش ملح في الأرض مش هصيب الهدف الأرض بايزة والعالم بايز والعالم موجوع دلوقتي للأسف عشان الملح فاسد شوي للأسف ده اللي موقع العالم الملح مش مدي الملوح الملح اللي هو احنا احنا بقنا خلاص تايهين بنكتب كل حاجة دلوقتي كده على الهواء أي مشاكلنا بتكتب على الهواء وجعنا بيكتب على الهواء فبتلاقي كل الناس تروح مش في مكانها يعني هي مكانها المخدع ومكانها أمام الله الهدف ضع الهدف ضع الهدف أن أنا أخدم النهاردة أنا بدور على صورتي هتبقى شكلها إيه لي صورة الطقوة لكن أنا من جوة مش تقي صحيح ياخد ساتر يعني يتجنب الطقوة الطقوة شر من أحسنت له فيقول الطقوة يعني ابعد عنه لكن الطقوة جادلة بالإنجليش هتلاقيها كده الملتصق بربنا الملتصق بالله لما هتمسك في ربنا وهتمسك في الله فاكر كده يا أسحاق وإحنا صغيرين لما كانوا يمسكونا من إيدينا ويدواخونا كده يلعبوا بينا يلفوا بابا ويمسكني كده من إيدو ويروح لفف بي كده كده كنت ببقى فرحان أو مزقطت ولما يسيبني يحس كده يروح حضني عشان بنلعب مع بعض تتخيل لما هتبقى ملتصق مع الله وجدلي ماشي في الطقوة وماشي للهدف اللي أنت ريح له هتلاقيه بيفرحك هتلاقي السعادة الحقيقي بس هنا الجزئية الثانية مرة بيقول اغسلني ومرة بيقول طهرني فأنا يعني ممكن أعمل لها تعبير كده شعبي يعني شوية أن أنا محتاج أنضف بس وانا وانا محتاج أنضف البداية منين يعني البداية عندي أنا أروح لربنا أقول له أنا كل يعني أمور كتيرة ومشاكل كتيرة جدا محتاج تنظفني والله الله بيشوفني أنا متبهدل فهو اللي بييجي البداية بتبقى ازاي ومنين عشان أحاول أعملها البداية منين البداية من كلمة توبة هو ده إنسان أدرك أنه هو محتاج يتوب يعني إيه تدرك أنك محتاج تتوب يعني تقول له يا رب أنا غلطت في الحاجة الفلانية أنا وقعت في الخطيئة الفلانية أنا بعدت عن الهدف اللي أنا موجود لي فلما هترجع بسرعة وتقول له أنا غلط فاكرين اللص اليمين حصل معا إيه قال له نحن بحق نجوزينا فإحنا خلاص إحنا إحنا لصوص وخدنا حقنا صحيح لكن أنت بار فاذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك فرح راضد عليه في نفس اللحظة قال له إيه اليوم تكون معي في الفردوس لأنه هو اعترف إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل هو ربنا عادل اخسلني كلمة توبة باليونانية أعمق برضو اسمها ميتانوية ميتانوية يعني إدراك العقل يعني فكري يدرك إن أنا بعمل الغلط ما هو إيه اللي بيخليني أتوب أنا كده فيه غلط فيه ألرم شغال فيه حساسية حصلت لي فيه حاجة حصلت إن أنا لازم أتوب لازم أرجع بسرعة للهدف تاني عشان خاطر أنا في أي لحظة في أي وقت ممكن كله يضيع ممكن أسيب يعني في مثل الغني الغابي قال له في هذه الليلة تطلب نفسك منك في أي وقت أنت معرض أنك تموت وفي أي وقت برضو أنت مهيأ للتوبة مهيأ لأنك تدرك بأفكارك وترجع أفكارك للأفكار فكري المسيح بقى زي ما معلمنا بولوس الرسول قال كده يبقى لنا فكر المسيح يبقى لنا حياة روحية الإنسان الروحاني بيميز الإنسان اللي ثابت في جسد ودم المسيح بيميز الإنسان اللي ماسك في إيد المسيح بيميز لما هتميز هتدرك تماما إيه الغلط وإيه الصح إيه اللي أقوله وإيه اللي ما قولوش وإيه اللي أكتبه وإيه اللي ما أكتبوش وإن أنا يعني معاملاتي مع الناس المسيح لما جاء على الأرض جاء عشان يخلي الإنسان يرجع لوضعه الإنساني تاني يرجع بني آدم مش ترجع سامحوني في اللفظ ساعات بنمشي في الشارع أو على الميديا أو على حيات حس أنك ماشي في حضيقة حيوان مفتوحة وخصوصا في الميديا بتلاقي حاجات من كل خطيئة بقى التطش الخطيئة بقى التطش بلغة الذكاء الصناعي بقى أو بلغة العالم دلوقتي يا طرى أنت السوفتوير بتاعك إيه السوفتوير بتاعك على الإنجيل السوفتوير بتاعك على كلمة ربنا المسيح بيقول كده أنتم أنقياء اخسني فأبيض أكثر من السلج يعني وصلت لدرجة النقاء وصلت لدرجة النقاء المسيح قال كده في لوقة أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به انت نقي بسبب كلام الإنجيل وبكلام الكتاب المقدس وبكلام المسيح والواحد مش هيمشي يعني حاجة بتقول دلوقتي يبقى كأنه ماشي في حديقة حيوان وده حقيقي مهما كنت حريص وماسك في ربنا بس مش هنغير الواقع بأن احنا عايشين في شبه الغابة دي والكتاب قال كده إبليس خصمكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه بس مين بقى اللي هياخد باله ياخد باله إزاي أن الواحد يحس بخطيته يعني لأني عارف باسمي وخطياتي أمامي في كل حين أني أفضل فاكر الخطيئة بتاعتي حتى لو قدمت عنها توب والشيطان يفضل يفكرني بيها الصحة تعامل مع الخطيئة اللي أنا توبت واعترفت بيها توبت عنها واعترفت بيها إزاي أحيان الناس بتوعف في اليأس وفي الإحباط بسبب أن الشيطان يفضل يفكرها أنا ممكن ما كنتش قررت الخطيئة بس إني أفضل أفكرها بضعف والحقيقة يمكن حتى بيأس من مراحم الله ومبردوش أصدق أن ربنا سامحني وغفر للخطيئة الأم أنطنيوس قال كلمة حلوة قوي قال إذا تذكرنا خطيانا ينساها الله وإذا نسينا خطيانا يتذكرها الله أفتكيرها إزاي بس من غير يأس هو ثق تماما إنك تيأس يعني إنك بتفقد نعمة ربنا بس بالتوبة إنك بتنكر أعتقد بالتوبة يعني أنا لو قدمت توبة حقيقية خلاص الله مش عايزني حتى أفتكر الماضي وأفتكر يعني أي حاجة يعني حتى العلماء بتوع التربية يقول لك الماضي درس وليس حبس خطيانا أنساها ولا أعود أذكرها أفتكر الخطيئة مش عشان تذكار الشر الملبس الموت لا أفتكر الخطيئة عشان خاطر أبقى في توبة مستمرة التوبة مش وقت معين مش كلمتين مش ترنمتين مش اجتماع صلاة أوقات أنا لما أقدم توبة وبعدين يعني أعترف وأتناول وخلاص أمشي في طريق ربنا تعود أتذكر الخطايا القديمة فتاخدني الأفكار تانية لصغر نفس بدلا ما تاخدني لفكرة أن أنا ضعيف وأتضع تاخدني لصغر نفس وأن أنا 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 مش حل جلد زيت الآية اللي بنتكلم عنها دلوقتي بتكلمك في كده بتقوله كده اخسلني مش أنا اللي أخسل نفسي طويبني مش أنا اللي هتوب طويبني يا رب فأتيوب صحيح فهتعتمد على ذاتك مش هتعيش في سلام هتعيش في يأس هتعيش في تعب هتعتمد على نعمة ربنا هتعيش فرحان هتعيش في سعادة هتعيش نور هتعيش ملح فأنت هتعتمد على مين لا أعتمد على ربنا بس طالما أنا على طرفته ومشيت في سكة التوبة ما عدتش أقلف في الأفكار القديمة لأن الأفكار القديمة تجيب إحباطات قديمة وتجيب مشاكل قديمة فبلش منها إحنا قلنا توبة يعني ميتانوية ميتانية يعني إيه أفتكر كلما أفتكر الخطيئة مطانية أرجع وأقدم وأسكب نفسي أمام الله لازم بصفة مستمرة التوبة رحلة سبتخلص مش وقت معين مش ترنمتين مش أيتين مش مشاعر وقتية مش حتى ده أسلوب حياة طبعا التوبة أسلوب حياة تعيش فرحان تعيش مبسوط أيوب بيقولك كده في خمسة أيوب خمسة بيقول كده ويكون للزليل رجاء والخطيئة تسد فاها طبعا ربنا يدينا أن احنا نعيش رحلة التوبة ربنا يدينا أن احنا يعني نمشي في طريق التوبة طول الوقت أشكرك جدا لساز ميناء الأموس كورولوس الخادم بكناس الشاهد العظيمة رجرجة الأثرية بسهراجة الكبرى بالأهلية نورتنا جدا ده نوركم صباح المراحم اللي هي صباح التوبة الدائمة صباح الورد نورتنا وصباح الخير على حضرتك موارداني شكرا لوجودك معين الآن نخرج مع حضراتكم لفاصل ونرجع نشوف موضوع الأغذية المغشوشة وإزاي ناخد بالنا منها وإزاي نختارها وإزاي فيه رقابة من قبل وزارة التموين على المضادة بعد المصر اشتركوا في القناة